مستحبين لهجتهم ولباسهم ووثيقة تاريخية غادر عدد من يهود اليمن الموطن الذي وجدوا أنفسهم فيه تاريكين خلفهم مئات السنين من الذكريات وتاريخ العيش المشترك الذي كان سائدا في حقب زمنية طويلة كانوا خلالها جزءا من مجتمع كبير بدأت رحلاته مطلع العام 1948 ضمن ما عرف يومها بعملية بساط الريح وفقا لآخر المعلومات فقد استغرقت الجهة المنظمة لرحلتهم أكثر من عام في ترتيبات طويلة ومعقدة تواصلت خلالها مع أطراف عدة بينها أولئك الذين يهتفون بالموت في وجوه الراحلين لقد ظلت المجموعة الأخيرة كما أسميت متمسكة بالبقاء رغم كل المخاطر التي واجهتها عقب السيطرة الكاملة لميليشيا الحوثي على أماكن تواجد معتنقي الديانة اليهودية خاصة بعد الخطاب الذي وجهه أحد قادة الميليشيا في تهديد واضح ما زال عالقا في ذاكرة المغادرين والذين نقلوه معهم إلى الأرض الجديدة والتي سبق لهم التمسك برفض اعتبارها أرض الميعاد وكانوا يعرضون عن كل من يهتف بدعوتهم إليها وإن مازحا فقد كانت اليمن على الدوام موطنهم الأصلي ولم يضربوا موعدا في سواها كما يعتبرون